موسيقى حكاوي وفتاوي بتملى المواقع وكله يقولك كلامي دواقع وفيني الحقيقة ولا حد عارف كأنه لوحده اللي فاهم وشايف نحتاج نفكر ونبحث كتير الموضوع ده فعلاً حقيقي وخطير ولا حد مهما ما كانته يقول نمشي في طريقه ونلغي العقول حكاوي وفتاوي بتملى المواقع وفيني الحقيقة ولا حد عارف حكاوي وفتاوي بتملى المواقع وكله يقولك كلامي دواقع حكاوي وفتاوي بتملى المواقع دكتور سامة كنت أريد أن أتكلم مع حضرتك النهاردة عن شخصية مهمة في العهد القديم ويبدو أن الشخصية هذه محورية لدرجة أن العهد الجديد بيبني عليها جديد كثير وهو شخصية ملكي صادق بس قبل ما نخش في الإشكاليات بتاعت ملكي صادق الأول عايزين نعرف هو شخصية حقيقية ولا مجرد يعني مجرد أسطورة لأنه ملهوش بداية ولا نهاية والإنسان الطبيعي ليه بداية وليه نهاية وليه أب وليه أم هل هو شخصية حقيقية؟ هو شخصية حقيقية وله بداية وله نهاية وعاش في زمن معين الترد التاريخي في تكوين 14 يقول لنا يعني بيقول الكتاب في تكوين 14 عدد 18 وملكي صادق ملك شاليم أخرج خبذا وخمرا وكان كهنا لله العلي وباركه أي بارك إبراهيم وقال مبارك أبرام من الله العلي مالك الثموات والأرض ومبارك الله العلي الذي أسلم أعدائك في يدك فأعطاه أي أن أبرام أعطى لملكي صادق عشرا من كل شيء أنا قدام شخص حقيقي شحمه لحمه دم زينا وبيبارك إبرام بعدما إبرام حقق انتصار غير عادي وأنقذ لوت فبيجي ملكي الصادق ويبارك إبراهيم طيب بس يعني في عبرانين الكاتب العبرانين بيدينا إحاء أن هو مشبه بإبن الله ونلا بدأت أيام له ولا نهاية وبدون نسب ده وصف الشخص مش حقيقي يعني يتعارض مع الحركة تبتوله آه طيب إحنا برضو لو رجعنا للنص في عبرانين بتعلم منه إذاي أقرأ العهد القديم يعني الكتاب مش محتاج كتاب من بره أنا يديني مبادئ للتفتير لكن أنا قدر أخذ مبادئ لتفتير كلمة الله من الكتاب نفط فإحنا اتفقنا أنه طفل التكوين تاريخي بيحكي لي عن شخصية حقيقية وطالما شخص حقيقي يبقى له أب وله أم وله مكانة ولدتي وله معاد ابتدى فيه ومات وله بداية أيام وله نهاية أيام لما تقرأ تكوين 14 يقولك الكتاب مين أبوه ما يقولش طب يقول مين أمه ما يقولش طب كان عنده كم سنة لما بارك إبرام طب عاش بعد ما بارك إبرام قد إيه طب مات إمتى طب اتولد فين يقول أي حاجة من الكلام ده كله ما يقولش هنا يجي كتب الإبرامين ويقول هو ليه الكتاب ما قلناش يعني هو الكتاب لما بيقول لنا إحنا بنتعلم والكتاب لما بيغفل عن ذكر حاجات معينة إحنا كمان بنتعلم أو نتعلم الحكاية دي من كاتب الإبرامين فهو بيقول إيه لأن ملك صادق هذا ملك سليم كهن الله العلي الذي استقبل إبراهيم رجعا من كثرة الملوك وبركه الذي قسم له إبراهيم عشرا من كل شيء المترجم أولا ملك البر ثم أيضا ملك سليم أي ملك السلام بلا أب بلا أم بلا نسب يعني يقصد أن الكتاب ما قلش من أبوه الكتاب ما قلش من أمه الكتاب ما قلناش من نسبه فالكتاب لما ما بيقولش إحنا بنتعلم بل أنا شايف هنا كمان مبادئ مهمة جدا في التفتير معاني الأثماء هل حد يقدر يقول أن معاني الأثماء مهمة؟ أو النص ده يقدر يقول لي أن معاني الأثماء مهمة؟ يعني أنا لما أقف عند أي شخصية في الكتاب مهم أعرف هو معنى إسمه إيه واخد من هنا تعليم؟ لا بس سويني أنا حريك المبدئين دول يسروا على الكتاب كله ولا يسروا على الحتة دي بس لأنه ده كاتب وحي فعنده الأسورتي أنه يرجع للعهد الأديم ويقرأ ويعمل تطبيق معين ولا أنا كمان أخدهم في تفسير كتاب مقدس كله؟ أنا بقف قدام كل المعاني حتى ولو الكتاب ما أشرش بوضوح عن معنى إثم بعينه لكن أنا قدر أفهم من معنى الإثم دوت حاجات كتير إذا كانت هذه الأمور بتتطابق مع كل ما يتم إعلانه في كلمة الله هنا مثلا بقدر أعرف يعني إيه وحي حرفي لفظي أديك مثال هل يفرق مع أي قارئ نشرة أو مع أي صحة فيها يكتب مقارئ الملكة إليزابيث ملكة إنجلترا أو ملكة إنجلترا الملكة إليزابيث تفرق حاجة دي؟ خالص تفرق مش دي هي دي؟ بس في الكتاب دي مش هي دي؟ يعني كان ممكن يقول ملك سليم ملكي صادق بس هو بيقول لك هنا كتب العبرانين بيقول لك هو ما قالش ملك سليم ملكي صادق أما قال إيه؟ الملكي صادق ملك سليم يعني ملك البر ثم أيضا ملك السلام وكأنه عاوض يقول لنا ما فيش سلام مع الله إلا على أساس البر إذ قد تبررتم بالإيمان لنا سلام مع الله فالبر يجي وبعديه يجي السلام يا كتب العبرانيين قادر يوصلي أنا أن أنا أفهم أن فيه وحي حرفي فيه وحي لفظي الترتيب مهم معاني الكلمات مهمة مش بس معنى إثم الشخص ملكي الصادق لكن معنى إثم البلد لأن السليم دي كانت البلد فهنا أنا بقدر أفهم أمور كثيرة أرجع ليها في مبادئ تفتيري لكلمة الله لما أجي أشرح جزء من كلمة الله برجع للأمور طيب بالنسبة للجزئية أنه هو ملك وكاهن هل في حد ينفى يبقى ملك وكاهن؟ يعني أنا أفتكر حتى شاول لما قرر في مرة أنه هو يمارس دور كهنوتي والله كان شايف أنه ده مش دوره فكان ليه عقاب على حاجة شبه كده فإزاي أن الله يسمح في مكان تاني أنه حد يبقى ملك وكاهن لتواجمع بين الاثنين مع وقت مش بات تشاول كمان تشاول الملك شرير ورح لحاله لكن عظي الملك ده كان ملك تقي بيخاف الله وحبي يمارس دور الكهنوتي والضرب ببرط في الجبهة مع أنه واحد من ضمن الأثقياء لأنه كان ملك والملك من ثبت يهوذة والكهنوتي من ثبت لاب لكن واضح أنه الكتاب هو بيقدم لنا ملك صادق بيقدم لنا واحد خارج تماما بره عائلة إبراهيم بره فكرة الأثبات والكهنوتي يجي منين والملك يجي منين فهو بره الحكاية دي تنهائي علشان في الآخر يكون رمض لواحد هيبقى ملك وكاهن وهو ده مين اللي هيبقى ملك وكاهن الرب يثوه هيبقى ملك وكاهن تبدو للرب من ثبت يهوذة لأ ما هو مش على رتبة هارون هيبقى كاهن إلى الأبد لكن على رتبة ملك صادق مضمور مية وعشرة نبوه عن الرب أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق ملك صادق علشان يكون ملك وكاهن في نفس الوقت طيب فكرة أنه يكون فيه كاهن يعني خارج شعب إسرائيل هذه حاجة بتفتح الباب أنها تقول أن الله كان ليه معاملات وكان ليه ناس وكاهنة بره شعب إسرائيل أنه حتى هنا لما بيتكلم يقول له وبدون كله مش هجرة الأصغر يبرك من الأكبر يعني كأنه ما يعتبر أنه ملك صادق أكبر من إبراهيم أو أعظم من إبراهيم وهو كده فعلا فهل كان فيه معاملات بره شعب إسرائيل وكان فيه كاهن أو كان فيه زباح بتقدم خارج شعب إسرائيل؟ معرفش ليه تعلمنا ودراثتنا والمنهجية اللي طلعنا عليها مخليانا نتخيل هذه الفكرة أن الإنسان تطور فكره الديني من تعدد الآلهة إلى المناداب إله وحد ومن العبادة الوثانية إلى الرجوع لله الحي الحقيقي هو العكس هو العكس اللي حصل بالضبط يعني مش الإنسان تطور لكن الإنسان الحقيقة تدهور فكان البشر بيعبدوا الله الله الواحد وكانوا مفروض أن هم عارفين هذا الإله وانحذر الإنسان وانحذرت البشرية لتعدد الآلهة وانحذرت للعبادة الوثانية فالله كان معروف فيه مناطق عديدة يعني مش بث ملكي صادق هنا أهو واضح جدا أنه معاثر لإبراهيم مش بث معاثر لإبراهيم وروحيا فيه مرتبة أعلى بكتير من إبراهيم بس وارد جدا كمان أن أيوب وأصحاب أيوب يكونوا في نفط العثر اللي كان فيه إبراهيم ودول كانوا في أرض عوث وملهمش أي علاقة بالعائلة الإبراهيمية ولا بالعهد الإبراهيمي معنى كذا أنه فيه ثاليم فيه ملكي صادقه فيه أرض عوث فيه أيوب وأصدقائه وفيه أرض الموعد موجود إبرام وتعرف في الرب وتعرف في الرب وتعرف في الرب والله له معاملات مع ده وله معاملات مع ده وله معاملات مع ده أو طبعا طب إلى أي مدى الإعلان كان واصل لملكي صادق يعني أنا بشوفه أنه يقول إبراهيم مبارك إبراهيم من الله العلي مالك السماء والهرض يعني عنده إعلان من الله عن طبيعة الله نفسه فهل يعني هل إلى أي مدى الإعلان كان واصل للشخص ده الإعلان كان واصل إلى مدى يجعل تأثير ملكي صادق على إبرام تأثير أدبي مذهل تقولي إزاي؟ أقولك قبلها على طول في تكوين 12 إبرام بيتحاور مع الثراي وقولي إحنا نازلين أرض مصر قولي إنك أختي ليكون لي خير بالسببك يعني أنت مش بث يا إبرام بتخطط لأنك تفلت من أنك تتقتل لكن أنت عايز كمان إيه؟ يجي لك خير من مين؟ من أرض مصر من فرعون يعني اللي بيخطط علشان ياخد حاجة مش من حقه من فرعون ملك مصر يقف قدام ملك تدوم وقوله رفعت يدي لا أخوذانا منك لا خيطا ولا شرق نعم إيه اللي جرى؟ وإيه اللي جد؟ اللي جد إعلان عن الله إبرام ما كانش عرفه قبل كده إيه الإعلان عن الله إبرام ما كانش عرفه قبل كده؟ ملك صادق ملك صادق بيقول إيه؟ في عدد 19 باركه وقال مبارك أبرام من الله العلي من الله العلي إيه العليون مبارك الله من إيه العليون ملك السماوات والأرض ومبارك إيه العليون الذي أسلم أعداءك في يدك ومع هذا الإعلان أعطى إبرام لملك الصادق عشرا من كل شيء شوف بقى وقال ملك تدوم لأبرام أعطني النفوس وأما الأملاك فأخذها لنفتك ما أنت كنت بتخطط يا إبرام لأنك تاخد من أملاك فرعون وخذت فعلة وما كانش حقك يمكن المرة دي حقك ما تاخد فإسمع شوف الرد يقول إيه فقال إبرام لملك تدوم رفعت يدي إلى الرب إيه العليون ملك السماوة والأرض انت عرفتم منين الرب بهذا الشك من ملك الصادق فكان الإعلان عند ملك الصادق يفوق الإعلان عند إبرام إلى الدرجة اللي بيها أصد هذا الإعلان كان فيه تأثير أدبي وإحنا مفروض أصد كل إعلان بيعلنه لنا الله عن نفسه من خلال الكلمة بكل تأثيره الأدبي على حياتنا فما رضيش ياخد من ملك التدوم ليه؟ لأنه فيه إيه العليون ملك التماء والأرض ممكن أسأل سؤال برضو على ملك صادق أنا بشوف أن ملك صادق رغم أنه رسالة الأبرانين تبقين أنه كان حاجة شخصية عظيمة جدا وكده إلا أنه نحن بنلاقي في سفر التكوين لما بيجيبه بيجيبه في لمحة كده وخلاص يعني وما بيجيبش اللي بدأت أيام ولا نهاية أيام ده بيخليني يعني أفكر طب ليه ما يكونش ده المسيح ذات نفسه في العهد القديم ليه ما تكونش ده أحد ظهراته ظهرات الله في العهد القديم هو مش أحد ظهرات الله في العهد القديم لأنه دائما بيقولك واضح الثرد التاريخي وممكن يكون الثقال طب وليه الوح ما أفردش مساحة كبيرة أو يعني أنت بتكلمني عن إبرام من أول تكوين 11 لحد شوف كم أصحاح بتكلمني فيه عن إبرام وكيه عند ملك الصادق اللي وصل لهذا الإعلان واللواص اللي هذا المستوى الروحي والأدبي العالي تقول لي عنه سترين ثلاثة هو الحقيقة الكتاب مش معطى لنا علشان يقول لنا عن المؤمنين في كل مكان وفي كل حد والثوب الكتاب هدفه واضح وموضوعه واحد موضوع الكتاب من التكوين للرؤية شخص ربي الثوع المسلح فهو بيقدم لنا خطة الله الخلاصية لفداء البشر واللي هي يتمم عمل الفداء مين؟ شخص رب طب الرب جاي بحسب الجسد من ملك صادق ولا من إبرام إبرام من إبراهيم جاي من ثبت يهوزة وعلشان كده التركيز على هذه الشخصيات وعلى على إبراهيم وإثحاء ويعقوب لحد ما نصل إلى شخص رب فالموضوع واحد لولا كده كان الوحي أفرد لك من صحة كبيرة أو يحكي لك فيها مين ملك صادق وجهمنين ورحبين وحتى الكتاب لما ما قالش كده اتضح أن دوت لتعلمنا علشان يفضل مشبه بابن الله عارب لهو أحد ظهرات الرب في العهد القديم ما كانش الكتب العبرانيين مشبه بابن الله لكن كان قال لنا ابن الله ده هو ده أحد ظهراته في العهد القديم هو لكن الكتب العبرانيين بيقول أنه مشبه بابن الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة